بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد الله جل وعلا من كرمه بهذه الأمة أن أكرمنا الله جل وعلا بمواسم للعبادة لتكثير الثواب ومن هذه المواسم شهر الله المختار شهر القرآن شهر الصفاء شهر الطهر دورة ربانية نبوية قرآنية يجد فيها المؤمن ظالته فيقرأ القرآن نهارا وليلا ويصوم طيلة النهار ثم إذا جاء الليل أقبل على التراوح وهكذا إلى أن يصل آخر يوم من رمضان فآخر يوم من رمضان ماذا؟ يسن للمسلمين يؤداء صلاة العيد في المساجد أو في المصليات عفوا في المصليات الأصل فيها أن تصلى في المصليات وهي سنة مؤكدة ومعنى سنة مؤكدة أن الحبيب محمد صلواته ربي وسلم عليه أمر بها أمر بها وفعلها ووضب عليها لأن السنة المؤكدة في الاستلاح عند الأصوليين هي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ووضب عليه وما ضب عليه عند الفقهة عفوا عند الفقهة هي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ووضب عليه فهي سنة مؤكدة يخرج لها الصبيان والعتق وحتى النساء اللواتي في الحيض تخرج لماذا؟ لتكثير سواد المسلمين وأن يخرجوا في ذلك من منظر المهيب الجميل في المصلى بالتكبير في الذهاب وفي الإياب ولها حكام قال فقهة ينبغي أن يخرج يذهب من طريق وأن يعود من طريق ليتصدق على الناس وقال الأفضل أن الإنسان يفطر ثم بعد ذلك في عيد الفطرة يفطر ثم بعد ذلك يذهب إلى المصلى وإذا وصل إلى المصلى لا يصلي قبل صلاة العيد ولا يصلي بعدها هكذا كان نهد يورسل الله صلى الله عليه وسلم ولكن لنفرض أن إنسانا ما لظروف ما لم يوفق في صلاة العيد في مع الجامعة فينبغي أن يقضي صلاة العيد في وقتها ضحوة فيقضيها بطريقتها المعهودة وهو أن يكبر سبع مرات في الركعة الأولى ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة ويقرأ متى السلامين القرآن والأفضل أن يكون بصورة السبع وأما في الركعة الثانية أن يكبر خمسة تكبيرات بغير تكبيرات القيام ويقرأ الفاتحة ومتى السلامين القرآن وهكذا يصلي صلاة العيد بالنسبة لمن لم يوفق في الصلاة مع الجامعة سواء في المصلى أو في المسجد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في رمضان وأن يكرمنا بكرمه الواسع آمين آمين والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر